اشتركوا في القناة لذلك وبشكل مباشر غباء أبناء الدول العربية والنافذين فيها وسياستهم القاطئة من مناكفات وصراعات تستطيع من خلالها أن تتسلل لتحقيق أهدافها تحركت بهذا الشكل في كل من سوريا ووصلت قبلها إلى العراق وتحركت أيضا في اليمن ولها مآرب أخرى في دول متعددة اليمن مشهد جديد من مشاهد مسارح الدمار الإيراني حرب اليمنيين ضد ذراع إيران في اليمن وفي المنطقة في الجزيرة العربية قائم منذ سنوات والحرب ما زالت مستمرة للقضاء عليه لكن تصرفات أخرى لا تقل غباء وخطرا على تصرفاته على التمدد وسيطرة الميليشيات الحوثية على صنعاء حدثت في جنوب اليمن عندما سيطرت الميليشيات المتمردة أيضا المطالبة بالانفصال على العاصمة المؤقتة عدن حيث كان يفترض أن تكون منطلقا تتوفر فيها إمكانيات الدولة والحكومة والرئاسة وقيادة الجيوش لتتحرك نحو عدن نحو بقية المحافظات عفوا لتحريرها لكن هذا الخطأ الكبير الذي وقع أو دعمت هذه الميليشيات فيه ومن قبل دولة الإمارات في حقيقة الأمر أذكرنا لمقولة رئيس البرلمان الإيراني علي لارجاني حيث قال في عبارة مشهورة له قبل فترة بأن أهدفهم في اليمن دولتين دولة شيعية في الشمال وأخرى صديقة في الجنوب فهل قاربت أهداف المشروع الإيراني على التحقق بعد معطيات الميدان الجديدة وإلى أي مدى المملكة العربية السعودية والشرعية تعتبر حاجز الصد الحقيقي والأساسي لمواجهة هذين المشروعين في اليمن سواء المشروع الإيراني المباشر في صنعاء وفي المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون أو كذلك المشروع الغير مباشر في عدن وكيف خدمت الإمارات العربية المتحدة هذا المشروع بتبنيها ودعمها للمتمردين والميليشيات الانفصالية هذا الموضوع مشاهدين الكرام أناقشه مع ضيفي هنا في الأستوديو الكاتب والمحللة السياسية الأستاذ عبدالله عمر باوزير أستاذ عبدالله أهلا وسهلا حياكم الله ومرحبا أهلا وسهلا فيك ونحن سعيدين بك اليوم دائما أنت صوت قوي وواضح وتحليلاتك دائما وخصوصا في الشأن اليمني والشأن العربي عموما وما يتعلق بخططة إيران قارئة بشكل جيد للمشهد ومستقبل أيضا التحركات دعني أولا قبل أن أبدأ معكم تابع هذا التقرير الذي أعده الزميل فهد فارس في 2015 ميلادية وخلال ندوة نظمتها صحيفة الرياض السعودية تحدث مستشار رئيس الجمهورية عبدالعزيز جباري عن تصريح يلخص المشروع الإيراني في اليمن ووفقا لجباري فإن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارياني قال بصريح العبارة نحن لسنا مع يمن موحد بل نحن مع دولتين يمنيتين دولة شيعية في الشمال ودولة صديقة في الجنوب العبارة الكاشفة ينكشف في ضوئها الدعم الإيراني المستمر لمشروع ملشنة اليمن وإذا كان الدعم الإيراني للحوثيين من الوضوح بحيث لم يعد يجادل فيه أحد فإن الدعم إيران لميليشيا الانتقالي دعم تحدث عنه وحذر منه كثيرون أيضا وقبل أن ينقلب بسنوات يؤكد تقرير لصحيفة الشرق الأوسط السعودية في ديسمبر 2015 أن عيدروس الزبيدي أسس في 2012 ميليشيا وفتح معسكرات تدريب فيما كانت قناة العربية السعودية قد نشرت في 2012 تصريحا للقيادي بالحراك الجنوبي محمد علي أحمد كشف فيه أن إيران طلبت تجنيد ستة آلاف وخمسمائة من شباب الجنوب نفذ الزبيدي الأوامر وارتبط بإيران ارتباطا كاملا ليخرج في سبتمبر 2014 ميلادية مهددا السعودية ومؤكدا في بيان نشرته صحيفة تكتل والطريق نيوز أن إيران دعمته وأنه لن يتخلى عن من يدعمه وعد لم يلبث الزبيدي أن يغرد في العلن بعيدا عنه بعد انطلاق عاصفة الحزم وهو موقف يمكن فهمه من خلال تقرير لصحيفة مكة السعودية التي نقلت عن مصدر سياسي تأكيده أن إيران أوعزت لحلفائها في الجنوب باختراق الشرعية اختراق كان يمكن له أن يموت في مهده لولا أن الإمارات جعلت من نفسها حاضنة لمشروع إيران في الجنوب ليحظى الزبيدي ورفاقه بدعم غير محدود لتدريب الميليشيا التي طلبتها منه إيران وهذه المرة تحت مسمى الأحزمة والنخب أواخر يوليو الماضي وقبيل الانقلاب بأيام كشف تقرير لصحيفة ميدل آيست آي البريطانية عن تعاون وثيق بين الإمارات وإيران في ملف اليمن وهو تقرير أجاب عن كثير من التساؤلات ليبقى الخلاص من فرعي الميليشيا والداعمين خيار اليمنيين الوحيد إيمانا بقسم النشيد لن ترى الدنيا على أرضي وصية شكراً للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير وأجدد ترحيب بضيفي هنا في الستوديو الأساذ الكاتب والمحلل السياسي عبدالله عمر باوزير سيد عبدالله ترحيب المتكرر بك كنت من أوائل من حذر من هذه التشكيلات وهذه المجامع المسلحة ومن أجندتها المشبوهة ما الذي كنت ترى؟ أنا عندما حذرت في ذاك الوقت كانت القضايا ما زالت في بداياتها احتفالية بتحرير عدن وحضرموت والمناطق هذه المحررة وبدايات تشكيل ماليشيات خارج إطار القوات المسلحة اليمنية ومع الأسف الشديد يومها صدرت بعض القرارات السيارية للرئاسة بتعيين قادة لهذه الماليشيات أو تلك النخب التي يطلق عليها النخب كانت الأمور فيها نوع من الوضوح أنه هناك مسارات غير طبيعية غير متوافقة مع أهداف عصفة الحزم المعلنة التي نعرفها ولا نعرف بل يمكن نكون متأكدين أن عصفة الحزم ليس لها أي أهداف غير التي أعلنت يومها ولكن التراخي وغضط الطرف عما يجري أوصل نحن إلى ما نحن عليه اليوم أصبحنا اليوم نواجه بعضنا بعضاً في الوقت الذي يتمتع الحوثي والصفويين في صنعاء بكثير من الارتياح وبالفعل قد يعيدوا إلى الهذهان البدر الشيعي الذي كنا نتحدث عنه كهلال فأصبحوا يقولوا أكتمل البدر الآن في تقريركم تقولوا أنه هناك يكام درجاني أعلن سنة 1915 آه 2015 أنه دولة شيعية في الشمال وأخرى صديقة في الجنوب إذن المشروع مبيت ولكن الغريب في الأمر أن هناك من يخدم هذا المشروع من خصومه آه أنا لا أقبل أن تكون لا أتقبل أن الإمارات تعمل لمصلحة إيران هذا كلام غير مقبول ولكن إن كان هناك في الأمر من عمل من هذا النوع فهو استخدام القضايا كأوراق لمساومة إيران وهذا في حد ذاته خطر كبير لأن المساومة اليوم في عدن أو المساومة اليوم في المكلة ستؤدي إلى المساومة غدا في بوظبي ودبي آه بمعنى بمعنى إن ساومت على شكائك فذك تماما ستجد نفسك مضطر أن تساوم على حقوقك وعلى سيادتك إذا إذا أنا أقول ولكن بالفعل أشك أن تكون الإمارات العربية المتحدة في سياك هذه المساومة ولكن مع الأسف الشديد إعلامنا طيب أنت تشك إعلامنا اليمني يندفع أنت تشك حلنا كمنا حلنا كمنا جملة هذه إعلامنا اليمني يندفع وفقا لعواطف معينة مدام الإخوة في الإمارات يدعمون الانتقال في عدن فإذا هم في خندق إيران بالضرورة وليس بالفعل طيب أنت اعتبرته عواطف وتشك في الأمر دعني هناك تشك في مجموعة من النقاط النقطة الأولى لماذا فقط تم التركيز على شخصيات مثل عيدروس الزبيدي ومن معه من المجامع التي كان لها ارتباط بالضاحية الغربية في لبنان وحزب الله تعالى لدعمها بعيدا عن بقيات مكونات المحافظات الجنوبية إن كان يحملوا مشروعا جنوبيا خالصا أنا أعتقد عيدروس الزبيدي لم يكن مرتبط بحزب الله عيدروس الزبيدي كان مرتبطا بالسيد علي سالم البيض فهو كان أحلى ضباطه وأحلى ضباط حراسته عندما غادر المكلة إلى عمان في 1994 طبعا وطبعا انتماؤه للحزب الاشتراكي جناح علي سالم البيض وأبناء الضالع غلبيتهم مع السيد علي سالم البيض لأسباب تاريخية قديمة يعني وربما كان له ارتباط في بيروت من خلال علاقته بعلي سالم البيض أما الذين لهم علاقات بإيران فهم معروفين يعني من الحراك الجنوبي اللي هو جماعة باعوم وابنه يعني فادي وغيره هؤلاء معروفين أن لهم علاقات حقيقية مع من مع ارتباطهم متأخرة عن عيدروس ما ما أعرف ما أعرف متأخرة في يوم من اليام والرئيس السابق علي عبدالله صالح تحدث بهذا الكلام في التلفزيون وقال نقول للأخ علي سالم البيض أنه رسائلك للمجموعة التي في الضالع نلتقطها ونستمع إليها طيب أستاذ عبدالله لا تنسوا خلوا الذاكرة خلوا الذاكرة حية عن ضيفنا مدومت وعدتوا إلى 15 خلوا الذاكرة حية أيضا إلى عام 2011 وهي بدايات الانهيار اليمنى في ما يتعلق بما أشرت إليه كلها يعني نقاط قديمة إلى 2000 تقريبا وعشرين كلها تحركات لعيدروس وغيرهم قد طبعا الناس تتغير وحتى عيدروس مش معقول يظل عيدروس ذلك الضابط المضلي الحارس العليس البيض ولا معقول أيضا أن تقدم إيران لعيدروس قناة تلفزيونية وفضائية بث ومرتبات شهرية لأفراده وتدريب أيضا لعناصر عن طريقه كلها بالمجان ولوجه الله تعالى ما هناك دولة تأخرت قليلا على الأستاذ عبدالوهاب طواف سفير بلادنا السابق لدى سوريا أستاذ عبدالوهاب أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك مرحبا نتحدث اليوم عن مشروع إيران في اليمن والذي صرح عنه رئيس مجلس نواب إيران علي لارجاني وبشر بدولة شيعية في الشمال وأخرى صديقة في الجنوب أحيانا ترى بأن كما أشار هنا ضيفي الأستاذ عبدالله عمر باوزير تتحقق لإيران مطامعها ليس بتدخلها المباشر وإنما بغباء يعني أعدائها أو نقول يعني العرب نعم تعليق أخي العزيز للأسف دخلنا في تحالف بجادة المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية اجادت حقيقة في مواجهة هذا المشروع القاتل إلا أن زادت الحرائق في اليمن في العراق في سوريا في لبنان وأصبحت المملكة العربية السعودية في مواجهة دخلت للأسف الإمارات كنا استفشرنا خير عندما تساند المملكة العربية السعودية في هذا مواجهة هذا المشروع القاتل ولكن يا أخي العزيز بعد أربعة عوام اليوم نصل إلى قناعة أن الأخوان في الإمارات حققوا لإيران لا لم تستطع إيران تحقيقه مثل تفعل الجنوب إلى فوضى مناطقية مثل إخراج الجنوب عن سيطرة الحكومة اليمنية مثل جعل الجنوب منطقة طاردة للداخل والخارج وجعل مناطق استيطرة الحوتيين في وضع أفضل أمام العالم تفعل أبناء الشمال المواجهين لمشروع إيران أن يصلون إلى حقيقة أننا نرضى بالحوتيين ولا نرضى بالممارسات العابثة للإمارات أخي العزيز اليوم لا نقول للأسف وأنا أقولها الأسف لأنني لم أكن في يوم الأيام حقيقة أنظر الإمارات بهذا المنظر ولكن لا نقول أن الأخوان في الإمارات انخرضوا مع إيران بل اتضح لنا أخي العزيز أنهم رأس حربة في أدمير اليمن وفي إجهاض مساعي المملكة العربية السعودية ومساعي الشرعية لاستعادة اليمن نحن اليوم نواجه إيران ونواجه للأسف الإمارات نعم سيد عبدالوهاب طواف السفير بلادنا السابق لدى سوريا كنت معنا شكرا جزيلا لك وأنقل كلمتك الأخيرة مباشرة إلى السيد عبدالله عمر وزير يقول السفير عبدالوهاب طواف اليوم اليمنيون يواجهون إيران في صنعه ويواجهون الإمارات في عدد أنا أتمنى على اليمنيين أن يواجهوا الإمارات ليس بالطريقة الخصومة والمواجهة التي لا تحتمل التقارب أريد من الرئاسة اليمنية وزيهات المسؤولة في الدولة اليمنية أن تعمل مع الشقة في المملكة العربية السعودية على رأب الصدع لأن التحالف العربي هو الخندق الأساسي في معركتنا الحقيقية وخروج الإمارات أو الدخول مع الإمارات في إشكاليات قد يؤدي إلى تفقق التحالف العربي وبالتالي نجد أنفسنا أمام مشاريع تكسيم اليمن إلى أربع دول عن أي أربع دول تتحدث معروف تكسيم اليمن إلى أربع دول أنه تكون حضر موت هذا أجليم حضر موت دولة بنسمونها دولة حضر موت العربية بدعم من الإمارات أنا ما أقول بدعم من أحد فقط نجد أن نفهم أنا أقول وعدا وعدا دولة يجب أن نعمل على على استعادة العلاقات الودية على الأقل المصلحية إن لم يكن لديهم من الود ولدينا من الود تجاههم أنه هناك مصالح بيننا وبينهم وأيضا أمن قومي في المنطقة يجب على الجميع أن يقفوا أمامه بمسؤولية الأمن القومي أي مشاريع تجزئة الخرائط في المشرق العربي هي مشاريع لن تكون مقصورة على اليمن وأيضا هناك دول مركبة في المنطقة وعليها أن تراجع نفسها يعني أن تراجع نفسها لأنه ممكن تتحرك أي مشخة أو أي إمارة مطالبة بالاستقلال وأنت تعرف أنه دولة زي قطر حجمها صغير جدا أو البحرين هناك أجزاء في الإمارات العربية المتحدة مثل الشاقرة وغيرها دول المساحة أكبر والآن الثروات وجدت فيها سابقا كانت أبوظبي الوحدة تمتلك النفط اليوم الشارقة تملك دبي تملك الآخرين الملكون وهناك متلبصين بالأمن القومي العربي أنا أتكلم بوضوح على فكرة سيف بن هاشل المسكري منذ أكثر من عشرين سنة نبه إلى هذا وكان أمين عاما لمجلس التعاون الخليجي أمين عاما مساعد لمجلس التعاون الخليجي وهو من الشخصيات القومية العمانية حذر حذر أنه هناك مجموعة أمور قد تصبح في يوم من اليوم الغام قابلة بالتفجر في المنطقة للإضرار بأمنها القومي وعلى كل وعلى كل خرائط ماركينديك وغيره وغيره المرسومة للشرق الأوسط من الثمانينات أيضا تقسم المنطقة وأنا أخشى على الجميع المملكة العربية السعودية المستهدف الأولى من إيران ولا يتوقف هذا الاستهلاف على إيران فقط هناك قوة في أوروبا وفي غيرها أيضا تقف إلى جانب إيران في هذه المشاريع لأن المملكة العربية السعودية هي القوة المحورية في هذه المنطقة والحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة ونحن نخشى من كثير من المتغيرات حتى الآن في مساعي إلى تحييد الولايات المتحدة في قضايانا والتي تعمل على هذا الكلام أوروبا بالذات والمستفيد إيران تقصد والمستفيد في النهاية إيران طيب اسمح لي معي الآن الصحفي الأحوازي والمهتم بالشأن الإيراني المحمد الأحوازي محمد أهلا وسهلا بك حياة الله أهلا محمد مجيد في إطار حديثنا عن تصريحات لا رجاني الأخ التي قال فيها عن اليمن أنه يدعم دولتين وأنه يدعم دولة شيعية في الشمال وأخرى صديقة في الجنوب هذه الاستراتيجية التي تتحرك بها إيران ما هي أدواتها؟ نعم طبعا المشروع الإيراني في اليمن يجب أن ندرك لا يختصر فقط على الشمال والتصريحات الإيرانية منذ عدة سنوات يصرحون بأنه نحن سنصبح جيران السعودية من الجنوب أي من الشمال ولكن الأدوات الإيرانية من الخطأ أن نعتقد كعراب كيمنيين كسعوديين وعلى الصاحب الغرار السعودي والخليجي أن ينتبه لخطورة ما يطرح فيما يخص تقسيم اليمن هذه المشاريع الهدامة وفي حال تم تغيير الجغرافية كلنا نعلم أن الجغرافية لا ترحم ولن يختصر الأمر على اليمن فالإيرانيين لا يتمعون فقط في الشمال اليمن كحال موقف كحال تكتيكي كمرحلة أولية نعم يؤيدون مشروع تخسيم اليمن كدولة دولة الشيعة في الشمال وأيضا دولة الجنوب ولكن في حال تم هذا الأمر سوف يزحف الحوثي والحرص الثوري وكل الميليشيات الشيعية من الشمال إلى الجنوب وتتكون اليمن كلها تابعة إلى جنرالات طهران ستكون اليمن محافظة فارسية ستكون هذه اليمن العربية يمن التاريخ يمن العروبة يمن قحطان يمن حمير ستكون تابعة إلى جنرالات طهران إلى سليماني وإلى خامني لذلك الإيرانيين لا يتمعون فقط في الشمال والمستهدف المستهدف الرئيسي في مشروع الإيرانيين في اليمن هي السعودية هم يريدون استهداف السعودية وأضعاف السعودية وكل تفريحاتهم كدل على ذلك يعني عندما نسمع إلى خسين طائب وهو من استخبارات الحرص الثوري الإيراني يقول أنه لا يمكن التأثير على العمق السعودي إلا من خلال اليمن وفي حال كان هناك نظام سياسي مستقر في اليمن فيكون ذلك عقب أمام مشروعنا في السعودية وهم لا يستهدفون الجنوب ولا يستهدفون فقط الشمال يستهدفون كل اليمن وباستهداف اليمن هم يستهدفون السعودية وباستهداف السعودية هم يستهدفون الخليج كلها والمنطقة كلها وفي حال لا سمح الله هدف أي مكروه في السعودية كل المنطقة تتأثر والآن هناك انتشار ايراني بالمنطقة في اليمن في سوريا في العراق في لبنان هذا الانتشار الايراني شهادة فشل للمشروع العربي شهادة فشل للامن العربي يعني كيف يسمح لسليماني يتحرك من طهران الى صنعاه من صنعاه الى دمشق من دمشق الى بغداد من بغداد الى بيروس اين العرب اين الجامعة الدول العربية اين التحالف العربي نحن عندما نتحدث عن خطورة المشروع التخصير في اليمن لا نتحدث عن هامي بن بريك هذا مجرم صغير هذا لا يفتح الدور الهدامة الذي يقوم فيه المستهدف السعودية المستهدف المنطقة المستهدف العرب لذلك نحن نحذف الأخوة في اليمن وفي الخليج وعلى رأسهم قيادة التحالف العربي المملكة العربية السعودية بأن مشروع ما يتحدث به المجلس الانتغالي يتحدث باللسان الحرس الثوري الإيراني يطبق مشروع الحرس الثوري الإيراني في اليمن يجب أن نحذر جميعا سماعة الإصلاح وموضوع الأخوان وغيرها هذا الموضوع هذا الموضوع صراحة من الغباء نسلم اليمن نسلم الدول العربية للظهران والله هناك الإصلاحيين موجودين في اليمن أو حزب الإصلاح موجود في الشرعية هذا القول هذا قول هدام لا يتحدث بهذا النغة لا يتحدث بهذا الخطاب إلا إنسان لا يفكه وضع المنطقة وضع الأمن القوم العربي الأمن الإقليمي وضع في اليمن وضع في السعودية لذلك يتطلب من عندنا كعرب كيمنيين كسعوديين أن نحضر ونعي ما تخصط لطهران وجنرالات طهران الآن الوضع في سوريا الكل يعرف ألا أن يتجه يعني تم تحق سوريا من البنية التحتية إلى الشعب تم تهجير عشر مليون عربي تم تففية أهل السنة من العراف في بغداد الآن السنة طبعات آلا في بغداد يريدون سنعات شعية يريدون الجنوب يريدون الشمال يريدون كل اليمن الإيرانيين لا يريدون فقط الشمال هم الآن يقولون نحن نؤيد تخسيم اليمن نعم ولكن في حالة التخسيم اليمن ستكون قواعد الحرس الثوري موجودة ومنتشرة في الشمال كما اليوم منتشرة في العراق وفي سوريا وفي لبنان وبعد ذلك يفحفون لا هاني بن بريك ولا الزبيبي ولا غيره ولا غيره من هؤلاء من هذه العصادة بإمكانها مواجهة الحرس الثوري الإيراني نحن نعلم الآن في فشل عربي داستي في العراق في فشل عربي في فشل عربي في لبنان فهذه الدول كلها فشلت في مواجهة الإيرانيين وانت هاني بن بريك رايح بكرة تقدر لذلك الدور يجب أن ندرك الدور والبندقية التي يرفحها المجلس انتغالي ما يسمى بالمجلس انتغالي هذه بندقية حرس ثوري تحمل مشروع الحرس الثوري الإيراني في اليمن تحمل مشروع الحرس الثوري الإيراني في المنطقة وتستهدفها في سعودية هذه بندقية في واقع الأمر بندقية مقدمة من دولة الإمارات ومدعومة أيضا بالمال من دولة الإمارات يعني ليس في الظاهر أن الحرس الثوري وإن كانت ربما في المغازل لكن لا علاقة للحرس الثوري بعملية التسليح والتمويل وأيضا دفع الأموال وغير ذلك هذا العبث يجب أن أن تضع السعودية حق لهذا العبث نحن نخاطب السعودية لماذا نخاطب السعودية؟ السعودية هي صاحبة القول الفص في التحالف العربي لدعم الشرعية والإعادة الشرعية في اليمن السعودية هي صاحبة القول الفص في المنطقة العربية لذلك نحن نخاطب السعودية وصاحب الغرار في الرياض اليوم الرياض هي عاصمة الغرار العربي يجب تتحرك السعودية لتضع حد لهذا العدف في أمن المنطقة تضع حد لهذا العدف في استهداف المنطقة وتخسيم المنطقة تخسيم اليمن والعدف في الجغرافية لا يرحم والموضوع لا يقف عند اليمن هذا نقول الآن وقد سترون بأنه كل المنطقة ستتأثر ونحن نأمل أن يكون السعودية تتحرك بشكل عاجل دعمها للشرعية دعمها للجيش الوطني حتى نتخلص من التمرد في الجنوب وإنهاء دور الشمسيين ووجودهم في طنعا وفي الشمال برمتها لذلك وجود الحارة في الثور الإيراني نعم محمد نعم أشكرك جزيلا شكر عند هذه النقطة أدركنا الوقت الأستاذ محمد مجيد الأحوازي صحفي الأحوازي والمهتم أيضا بالشأن الإيراني وتدخلاته في المناطق العربية شكرا جزيلا لك أستاذ محمد أستاذ عبدالله سنخرج إلى الفاصل قصير مثل ما نسمع تعليق منك إذا أردت فضل فاصل ثم نعلم مرحبا بكم مشاهدين الكرام أدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا وحوارنا معظيفنا هنا في الستوديو الأستاذ المحلل السياسي عبدالله أمار بوزير كرل ترحيبي بكس أستاذ عبدالله فيما يتعلق بالنقطة التي أشرت إليها بأن الواقع الآن موجود يجب أن يتعقل الناس فيه وأشرت إلى أنه يحل بالطريقة السلبية وهذا الجميع اليوم يتحدث عن هذا الجانب والإمارات والمملكة العربية السعودية ترعى حوارا في هذا الإطار لكن دعني أتحدث عن التعقل كنت من أوائل من انتقد هذه الميليشيات وقلت هذا الكلام أيضا مرارا وتكرارا أي تعقل أكثر من سماح رئيس الجمهورية للإمارات بتشكيل هذه المجاميع المسلحة في عدة مناطق في المحافظات الجنوبية بعيدا عن رحم وزارة الدفاع من أجل استمرار التحالف وعدم شقة صف أي تعقل أكثر من أن رئيس الجمهورية يعين لهم مزراء في الحكومة لأعداد لا بأس بها استرضاءا ويعني تماشيا حتى لا يحدث شكل الصف أي تعقل أكثر من تعيين خمسة محافظين في خمس محافظات جنوبية من أصل عدد قليل منها ربما نسبة كبيرة تصل إلى أكثر من النصف من المحافظات الجنوبية من شخصيات انتقالية من أجل أن تمضي الأمور ويسير الجميع ضمن هذا الهدف بعد كل هذه التعقلات وبعد كل هذه الترضيات في الوكلاء والمناصب والمحافظات يسقطوا عدد ويطردوا الحكومة الشرعية أخي العزيز سياسة الاسترضاء هي التي أوجدت هذا الكلام أوجدت هذا الواقع هناك وزراء في الشرعية الآن موجودين وزراء في يوم من الأيام كانوا يهاجمون الشرعية من لندن أو من القاهرة أو من أي مكان آخر على قنوات مثل الجزيرة وغيرها ولي استرضاءهم أذن وزراء أيضاً مجموعة عيدروس وغيره من البدايات عيدروس مبكر قبل إنقلاب صنعة كان ومجاميع يطلقون عنفسهم حراك جنوبي وحراك مسلح غير الحراك السلمي كانوا في الضالة وتم استرضاءهم بتعيين هذا وزير وهذا كوزير دولة وهذا محافظة لعدن الاسترضاء على غير بحث وتصويب للاتجاه أوصلنا إلى هذا ما وصلنا إليه اليوم اللي انتقدنا ذلك قبل ثلاث سنوات وسنتين نحن اليوم أمام معطيات أخرى اليوم اليوم أنت تطالب بالاسترضاء نحن واحدة اليوم أصبح الانتقالي بمساعدة الإمارات العربية أو نقول بغض الطرف أيضاً عنه في التحالف يعني أقصد المملكة العربية السعودية مسايرة للإمارات وعلى أساس خلاص الانتقالي حدوده أقليم عدن ويقف عند هذا وعلينا أن نبدأ مشروع آخر وشكلوا لجنة أسموها لجنة مراقبة وقفة إطلاق النار بعد معارك شبه اليوم علينا أنا أريد أفهم أنت الآن تطالب بالاسترضاء لحظة اليوم ما طالب بالاسترضاء أطالب بمناقشة الموضوع بجدية لوضع حلول ونقشة الموضوع دقيقة واحدة وصف لي ما حدث هل هو تمرد؟ لا واحدة واحدة أستاذ عبدالله علشان نخرج إلى طريق لا لا ما فيش مشكلة أنا اليوم أقول في معركة شبه أصف ما حدث في عدن أريد منك تصف ما حدث في عدن في شبه تدخلت المملكة وأوقفت تحرك جماعة الحزام الأمني شوف فيه الحزام الأمني وفيه الانتقالي انتبه لهذا الجانب عنهم هم الغومين من داخلهم هناك الجماعات اللي هما جماعة بمبريك وهذا لا تعتقد أنه بمبريك بيستمر هو وعيدروس سيختلفون في منطقة مسترد سيختلفون لأسباب لأسببين سبب إديولوجي والسبب الآخر مناطقي هذا كلام مؤكد هذا الكلام للأيام القادمة لحظة للأيام القادمة ونحذر منه لكن أنا أقول لما شكلوا لجنة سموها مراقبة وقف اطلاق النار أتمنى أن تلعب هذه اللجنة دور فعلا في وقف اطلاق النار ويلب الأطراف القوات المسلحة والانتقالي باعتباره جزء من قوة القوة العربية لاستعادة صنعة وفي نفس الوقت هو متمرد على شرعية القوات المسلحة لحظة لحظة اللي هو بما تصف ما حدث في عدم بكمله 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 بما تصف ما حدث في عدم ما توصيفك لما حدث في عدم شوف اللي حصل في عدم بما تصفه أنا أحمل الطرفين مسؤوليته بما تصفه أصبر لحظة أحمل الطرفين مسؤوليته أعطني صفة له لحظة واحدة نحن بدأت قبل المعارك حق عدد حق الخمسة الأيام بدأت تصريحات من الطرفين تصعيدية أنا أتساءل أين كانت الحكومة الشرعية من هذا التصعيد وإين كانت تحالف العربي من هذا التصعيد هل التهم الشرعية والتحالف العربي أنهم كانوا أيضا يريدون أن نصلي لهذا الوضع لا أعتقد أنت رجل سياسي مخضر أنت رجل سياسي مخضر بما تصف ما حدث في عدم نريد نفهم خلوج على مشروعية عصفة الحزم أنت ذهبت نحو التحالف نحن كلمت على دولة هل هو تمرد على الشرعية كما وصفته رئاسة الجمهورية هل هو تمرد على الشرعية؟ رئيس وصفه بالتمرد هل أنت تصفه بهذا الوصف؟ نعم كيف يمكن مواجهة التمرد؟ كيف يمكن مواجهة التمرد؟ ليس بالسلاح التمرد لا يواجه بالسلاح يوقف عند حد معين ونبدأ مشوار معركة سياسية معهم لماذا اختلف هذا الأمر مع الحوتي؟ لماذا اختلفت؟ لماذا اختلفت؟ لماذا اختلفت؟ لا أقبل استعادة عدن لا أقبل استعادة عدن بقوة الطيران ولماذا اختلفت مع الحوثي إذن؟ الحوثيين موضوع آخر ما هو الموضوع؟ الحوثيين رأس كبري لبلاد فارس في الجزيرة العربية يعني تقاتلهم من منطلقات عقدية وليست سياسية هناك أنت تقاتلهم من منطلقات سياسية ما الفرق بينهم وبين عدن هناك مشروع فارسي وهنا مشروع تجزعي فيه فرق إذن المعركة التي توصفها ليست وطنية ليست معركة وطنية أنا أعرف أنها ليست وطنية كل ما يحدث ليست وطنية معركة استعادة صنعة ليست وطنية؟ معركة استعادة صنعة قومية عربية ليست وطنية؟ وطنية وطنية جميل وطنية من هو الوطني الذي يعمل وطنياً فوق مستوى عمله الحزب كيف تفرق؟ كيف تفرق؟ لماذا تفرق؟ بين التعامل مع من سيطروا على صنعها سيد عبدالله وتفرق بينهم وبين من سيطروا على عدن كليهما تمردوا على الدولة أنا لأربع سنوات جالس في نهم لا نهرب إلى هذه الهدفة أنا أريد أفهم مفتلتي سيد عبدالله أفهمنا جاوبني على سؤالي بصراحة لماذا تفرق بين تعامل صنعها وصنعها؟ أنه عيدروس الزبيدي يتحالف مع الحزام الأمني ومع الإمارات ويقوم بحركتهم الفشل في كتاف الفشل في نهم إعطاء مارب دولة على حساب المناطق المحررة الأخرى مثل حضر موت وعدن طيب جميل هذه النقطة أنا أعود إلى النقطة التي أثرتها كيف مجموعات مسلحة سيطرت على صنعها وانقلبت على الدولة وطردت شرعية بالمقابل مجموعات مسلحة سيطرت على عدن واستولت على مؤسسات الدولة وطردت الحكومة الشرعية لماذا تفرق في التعامل مع هذه ومع تلك؟ ولماذا الإعلام لا تذهب إلى الإعلام؟ إعلام جاوب على سؤالي أخي ما خليت أنا أكمل كلمتي أنتم مشكلتكم هذه أما أكون معت أنا أريد منك جواب صريح وواضح يا أستاذ عبد الله أخي ليس لن أجاوبك لبلا أنا لا أهرب لا أجاوبك إلا بما أنا أرى مش بما تراهنت بما أقنعني ويقنع المشاهد إذن أصبر بما يقنعني ويقنع المشاهد طيب جاوبني أنت مش المشاهد جاوب جاوب سؤالي واضح وأنت جاوب لحظة أنا أقول فشد أربع سنوات للجيش الوطني وتعداده بمئات الآلاف ونشأت هذه القوة وكلنا نشاهدها وصبقوا حذرنا من تصاعدها ومن توسعها ولكن مع الأسف الشديد بقيت الدولة خارج المناطق المحررة تم تعيين محافظين ومدرأ أمن لم تستعد الدولة مؤسساتها بالتالي أصبح هناك فراغ وماذا وجد الفراغ وجد من يسد هذا الفراغ أنا أقول الآن أمام أمر واقع لا أريد أن أستعيد عدن وأخذ عدن للشرعية بقوة السلاح لأن هناك مدينة عانت من عام 1967 وحتى اليوم تعاني ثانيا السلاح لن يحصم شيء إطلاقا السلاح سيجر طيب جميل هذا المزيد من الدماء الحوثيون عن صنعاء الحوثيون عن صنعاء يقولون نفس هذا الكلام أنا أريد أن أذهب إلى مكان آخر هناك قوة تستطيع أن تضغط على الأطراف وهي المملكة العربية السعودية دعت إلى جدة لماذا لا يذهبون إلى جدة؟ أول لا أول ما دعت المملكة إلى جدة وقبلوا جماعة الانتقال هذا وقبل الرئيس عبدالرب بنصور وقابل الملك نفاجأ بالتصريحات من هنا ومن هناك ومن داخل مكونات الشرعية لا أقول الشرعية من داخل مكونات الشرعية تقول لا تفاوض ولا مفاوضات إلا إذا سلموا مقرات الدولة وهل كانت هناك مؤسسات دولة موجودة حتى يسلموها؟ أصلاً ما فيش من قال لك؟ من قال لك؟ كان البنك المركزي موجودة كانت الحكومة تتواجد كانت المعسكرات تتواجد معسكرات مش مؤسسات دولة أنا نتكلم عن مؤسسات دولة خدمية وسياسية من الذي منع حضورها؟ من الذي منع مؤسسات الدولة أن تقوم؟ من الذي منع رئيس الجمهورية أن يقوم؟ تأخرنا قليلاً على الاحتكاكات منذ فترة طويلة موجودة بين معسكرات الشرعية ومعسكرات الانتقالية تأخرنا قليلاً على مستشار رئيس الجمهورية ورئيس حزب الرشاد الدكتور محمد بن مستشار هو مشكلتنا في حزب الرشاد والنهضة وغيره من هذه الأحزاب اللي ما لها وجود أصلاً أهلاً وسهلاً بمستشار رئيس الجمهورية ورئيس حزب الرشاد الدكتور محمد موت العامري مرحباً دكتور أهلاً وسهلاً بك معالي الوزير معذرة تأخرنا عليك قليلا ربما الأحزاب السياسية أصدرت اليوم بيان وعلقت على الأحداث بما يمكن تلخيصه أو إجماله وما تعليقه أولا نقول حياك الله وحيا ضيفك الكبير الكريم والمشاهدين الكرام وإن كان الآخي يبدو لي أنه يعني حسب ما سمعت من بعض كلامه تليل هكذا مجازف في الكلمات لكن ربنا يخلناه إليه على كل حال دعواته القوى السياسية أصدرت بيانها ووضحت موقفها مما جرى وهذا لا شكل أنه واجب ووطني وواجب إنساني أيضا هناك كارثة حصلت هناك مجدرة لا مبرر لها وقعت هذا الكرام صحيح من قبل جماعة متمرضة مدعومة إماراتيا وهذا لا شك أنه انحراس للبوصلة عن الاتجاه الذي يراد له وهو إفشال وإحضاط المشروع الإيراني الحوثي في اليمن البحث أو الاتجاه إلى بنيات الطريق بكل تأكيد هو خدمة لهذا المشروع هما مشروعان يخدم بعضهم بعضا وهذه حقيقة وكان يفترض في الحقيقة أن يتوجه الجميع أبناء اليمن إلى الذي تسبب في هذه الكارثة وهم الحوثيون ومن سابعهم أو من يبدهم المشروع الإيراني لكن للأسف وجدت مشاريع جهوية وجدت مشاريع ضيغة وجدت مشاريع مناطقية وجدت لها من يمولها ويدعمها وهذا تنحرف بنا عن المسار وعن الوجهة التي يجب أن يتفق عليها الجميع نعم بيان الأحزاب السياسية ربما البعض يتحدث بأنه تأخر عن مواقبة الأحداث بما تعلق على هذه النقطة وأبرز ما ورد في هذا البيان نعم تأخر قليلا لأن كما تعلمني هناك حوالى 16 حزبا وكل حزب هذا يريد إضافة كلمة وهذا يريد حذب كلمة وهذا يريد تعديل صياغة وهذا يريد وهذا يريد يتحفظ وهذا يريد يعني لا شك أنه يعني لما تريد من 16 حزبا يعني الاتفاق على قضية رغم أنها قضية يعني واضحة وجدية ولا تحتمل يعني المزيد من التأخير لكن هذا هو الحصل على كل حال أن تأتي التأخير حير من أن لا تأتي أبرز ما في هذا البيان أن البيان يعني أشاد وأعلن تأييده لبيان رئيس الجمهورية لبيان الحكومة وهذا للبيانان تضمن إدانة ما حصل بصورة واضحة وجلية وتحميل المجلس الانتقالي والأمارة العربية المتحدة يعني جليلة ما حصل وأن هذا الأمر يخدم بصورة واضحة وجلية المشروع الانقلابي الإيراني ولا مبرر لها ولا يجوز أبدا أن يعتدى على جيش وطني يعني يساند الشرعية من جهة يعني تقول إنها جاءت لإعادة الشرعية هذا الأمر غير مقبول هذا أبرز ما جاء في البيان أيضا الإشادة بالإخوة وجهود المملكة العربية السعودية التي دعت إلى احتواء الموقف وإلى مساندة الشرعية ومساندة الوحدة والأمن والاستقرار البيان أشاد بجهود الأشيقة في المملكة العربية السعودية أشاد أيضا بالجامعة موجموق في الجامعة العربية ومجلس الأمن الذين أيضا أكدوا أنه مع وحدة اليمن ومع استقراره وهذه كلها يعني مواقف تدل على رفض المشاريع مشاريع التجزئة ومشاريع الشرع ومشاريع التفتيت في المنطقة أشار البيان كذلك إلى أنه أي من حق أي جهة أن تطالب بأي استحقاص سياسي بعيدا عن الملشنة بعيدا عن العون بعيدا عن القوة بعيدا عن استخدام السلاح مع لي مستشار رئيس الجمهورية ورئيس حزب الرشاد اليمني الدكتور محمد بن موسى العامري كنت معنا شكرا جزيلا لك دكتور أشكرك يا جزيلا شكر وفي الدكائق الأخيرة مع ضيفي هنا أستاذ عبدالله عمر بوزير يعني دائما النظم والقوانين التي تحكم الجميع ويسير عليها الجميع هي من يحدد هل هذا المسار صحيح أو غير صحيح يعني مواجهة أي تمرد حق سيادي للدولة وقف 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 شوية أولا هذه الأحزاب 16 حزب ومنها الأحزاب التي نشأت خلال الأربع سنوات وقد يكون تأسفر من كلامي وقال الأخ يقول كلام يعني جزاف أنا لا أقول كلام جزاف أولا هذه الأحزاب التي نشأت في خلال معركة عاصفة الحزم هي أحزاب غير شرعية لأنها لم تتأسس على أساس القانون اليمني للأحزاب للأحزاب دقيقة أقصد من تقصد أقصد هو نفسه هذا نفسه هو تأسس قبل عاصفة الحزب الرشاد والنهضة وغيره قبل تأسس قبل عاصفة الحزب دقيقة واحدة دقيقة واحدة أثنين هذو لمن مشاركين في الحوار الوطني أنا ما لعلاقة قبل عاصفة الحزب أنت تشير إلى من تأسسهم بعد عامل من تأسسهم خلال الحوار الوطني تفريخ التفريخ ليس عمل حزبي حسب القانون الذي نشأت خلاله الأحزاب السابقة هناك أحزاب يمنية ومع الأسف الشديد أيضاً الستعشر حزب هذه تعطي لعيدروس ولغير عيدروس من دعاة الجنوبية والمناطقية أن يرفعوا صوتهم لأن هذه الأحزاب لا يوجد بين قياداتها أحد من الجنوب أو من حضر موت كلهم ما شاء الله تبارك الله من هناك أما من المناطق الوسطى والبيضة أو من صنعة فهذا الكلام رئيس الجنهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام أنا أخاطب الله أخاطب الله أخاطب رئيس حزب رشاد أعيدوا النظر في صياغة تركيبة القيادات بإعطاها نوع من الوحدة الوطنية لليمن لا أدري بقي دقيقة واحدة أشرتك كنت قبل أنا أطالبهم أن يعيدوا صياغة مجالسهم وقياداتهم رغم أنها خارجهم أو طالب المؤتمر الشعبي العام أن يتحرك ويتحمل مسؤوليتهم المؤتمر الشعبي العام قائده جنوبي علي عبدالربو منصور هادي في هذه المرحلة نعم وهو الحزب الجبير لأنه يمتلك الشرعية والمشروعية في قيادة اليمن مواجهة أي تمرد حق سيادي للدولة نعم ولكن أولا نعرف الأسباب ضروري ضروري ولكن أنتم تريدوا أن تزجوا بالرئيس عبدالربو منصور في مواجهة مع شعبه وهذا الكلام غير مقبول من قال هذا الكلام رئيس الجمهورية يستطيع أن يعبر عن نفسه لا يحتاج رئيس الجمهورية لا يحتاج رئيس الجمهورية لأنك عبر باسماء رئيس الجمهورية يستطيع أن رجل بيانه البيانة الذي أصدره في خامة الرئيس كان بيانا متوازنا متعدلا وصفهم بالمتمردين وصفهم بالمتمردين وترك الأبواب مفتوحة للإخوة في التحالف العربي ليقوموا بدورهم وما زالت الأبواب مفتوحة في راب الصدع وما زالت الأبواب مفتوحة على أي أساس لا 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 الباب اليوم مفتوح للحوار والمملكة العربية لا أخي أنت تبع قتال جنوب شمال لا 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 الباب الحوار اليوم مفتوح اسمعني سيد عبدالله الوقت ما يداهمه سيكون أيضا حضورهم دقيقة واحدة الآن الحوار مفتوح برعاية من المملكة العربية السعودية ما دعوتك؟ على أي أساس؟ نعمل من أجل أن نصل إلى طاولة حوار جاد وحقيقي يحفظ لجميع كرامتهم ويعيد لنا الحد الأدنى من الوطنية لا الحزبية ويعني الحزبية ما علاقتها ببيانة التحالف كان واضحا بيانة التحالف واضح بس أقول لك نقطة معينة بيانة التحالف واضح وهو تسليم مؤسسات الدولة وتسليم المعسكرات هذا قرار التحالف وهذا مطلب الشعي شكرا جزيلا لك سلام عليكم هذا نقطة الحوار ويجب أن تكون المحور الأول للقاء في جدا جميل متفقين على ذلك الأستاذ عبد الله عمر باوزير الكاتب والمحلل السياسي أشكرك جزيلا الشكر وأنا أشكركم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا بعض القضايا إعلاميا ليست في مصرحة العقل جميع شكرا لكم جزيلا الكرام على المتابعة ونلقاكم بالله تعالى في الحلقة القادمة إلى اللقاء